نساء أقوى من الحرب عبارة توزعت على جدران المعرض الذي قامت به سيدات سوريات تسببت الحرب في معاناتهن فاتخذنا من تلك العبارة عنوانا له لوحات فنية ومنسوجات صوفية وأطعمة جاهزة زينت أيام المعرض الذي تخللته بعض النشاطات التثقفية والتجارب الاجتماعية المعرض الذي نحن فيه اليوم هو بضم مجموعة أعمال يدوية ومجموعة طبخات سورية لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم وفيه شغلة مهمة كثير وهي الأهم أنه نحن لدينا مجموعة بروفولات أو مجموعة لوحات هي لنساء سوريات موجودات في الداخل وموجودات هون هنهم قادوا العمل للنساء وكانوا مدافعات عن حقوق الإنسان فحبت منظمة نقطة بداية شبكة الصحفيات السوريات أنه تحكي عنهم لحتى باقي النساء يكونوا هذول الصبايا هنهم قدوا لهم لبراز لحتى هنهم يشتغلوا وكملوا العمل النسائي استقطب المعرض اهتمام الكثيرين وفاق عدد الزوار كل التوقعات مما أدخل البهجة على قلوب تلك السيدات وزاد من أملهن في ترك بصمة وتحقيق إنجاز لقد وجدت الأمر بمتعد جدا وملهما للجميع حيث أن الموجودين يساعدون بعضهم البعض لقد وجدت أن السوريين المقيمين في مدينة ريحانية والذين يعيشون خارج بلدهم لم يفقدوا الأمل أبدا وهم يدعمون بعضهم البعض ولديهم برامج مساعدة يقومون بها وخاصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يستسلموا لم يفقدوا الأمل واستمروا في مساعدة بعضهم البعض لم تقف المرأة السورية خلال سنوات الثورة السورية مكتوفة الأيدي بل شاركت في كافة الفعاليات الثورية واستطعت إصال صوتها للعالم أجمع وسامت بشكل واضح في تغيير الواقع الفكري والثقافي للمرأة السورية إبراهيم الإسماعيل لوريانت نيوز مدينة الريحانية تركيا